فاتمة متى لم تكن نصا صحيحا إنما كانت نصا مزورا المسيح يخبر تلاميذه متى طوالوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى لكن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي يا ابن الإنسان معنى ذلك بأنهم لم يذهبوا لدعوة الأمم لأن المسيح عليه السلام سينزل مرة أخرى إليهم قبل أن ينتهوا من دعوة بني إسرائيل في فلسطين هذا نص غريب وعجيب لذلك لنرى ماذا يقول عنه الأب متى المسكين يقول شرح هذه الآية أخذ من العلماء كل ما أخذ العلماء تعبوا هم يحاولوا يفهموا هذه الآية كيف المسيح يقول للتلاميذ ما تغادروا أرض فلسطين إلا ويأتي المسيح طيب هم غادروا أراحوا أماتوا أماتوا أحفادهم وأحفاد أحفادهم وما رجع المسيح فيقول شرح هذه الآية أخذ من العلماء كل ما أخذ وأعلنوا منهم العلماء أن حل هذه المعضلة غائب تماما من أمام عيونهم معضلة ما لا حل وهذا صحيح للغاية لأنه لا يوجد لها حل صدق الأب متى المسكين هذه معضلة ولا حل لها عند من؟ عند العلماء